مستر أمادور خلينا نروح مستر أمادور لأكتر الدول الأفريقية كمنتخبة كلم عن المنتخبات القومية استفادت من الام بي اي وخبرات الام بي اي وهي جنوب السودان جنوب السودان في وقت قياسي صغير جدا استطاعت جنوب السودان أنها تنطلق إلى العالمية أن جنوب السودان تتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم اللي كانت فيها مصر وقدت أداء رائع حتى اللعيبة بتاعت جنوب السودان أصبحوا معروفين بالاسم داخل أفريقيا وكل الدوريات في العالم إزاي نقدر نقرر هذه التجربة تجربة الام بي اي وخبرات الام بي اي اللي اتقلت لجنوب السودان إزاي نقدر نعمم التجربة دي مع العديد مع المنتخبات وبالطبع أنا بتكلم عن منتخب مصر أكيد أن أنا يعني بنتميله إزاي نقدر نقرر هذه التجربة أعتقد أن بالنسبة لي جنوب السودان هو مثال ممتاز لل إذا كان لدينا القيادة الصائرة والمنظمات الجيدة لتركيز على سيكون طموحنا بلا حدود أيضا قد أخرجنا العديد من الواهد كما رأينا في جنوب السودان ولكن بالتأكيد ما حققته جنوب السودان في هذا الوقت القصير هو أنهم بدأوا من الصف العديد من اللاعبين ظهروا خلال أقل من أربع سنوات العديد من النجوم منتخب السودان قد يلعبون الآن في دورة السلة الأمريكية المحترفين فبالتالي وأيضا رئيس الاتحاد السلة الجنوب السوداني المنتخب وقد طور كل شيء المدير الفني هذه الدولة كما نقول هي حديثة العهد ومجرد عمرها حوالي عشرة سنوات فبالتالي نحن قمنا بالعديد من المشاريع معا منذ عام 2012 من خلال وأعتقد أن رئيس دولة كان متحمسا وكان فخورا لما يراه وما قد حققته جنوب السودان الآن لديهم أفضل منتخب في داخل قارة إفريقيا وأيضا ممثلوا إفريقيا في الأولمبيات فبالتالي لديهم القيادة الجيدة لديهم الإرادة من خلال الحكومة والسلطات المحلية أن يشجعوا كل المبادرات التي تطور اللعبة ونفس الشيء يمكن أن يحدث في كل البلاد الإفريقية لدينا المواهب وخصوصا في سنغال بلد الأم لدينا أيضا مالي وكينيا في العديد من المواهب لدينا العديد من اللعبين المحترفين في مصر لديكم العديد من المواهب رأيته الآن أيضا كرة السلة النسائية في مصر تطورت كثيرا لديكم الآن المداربين أيضا البنية التحسية هذا الأمر يحتاج دفعة قوية للإنشار في خارة إفريقيا وتطوير الأمر أن يصل لمستوى الصفوة كما الحال في الـ NBA لدينا العديد من اللعبين الشباب في جزاوي لديكم العديد من المواهب الشابة هذا دافع لنا للاستمرار والمزيد من الدعم لهذه المواهب من خلال مصر دولة كبيرة لديها العديد من المواهب وهذا ما أريد أن نوضحه أن هذا الدعم ما نتحدث عنه الآن بالنسبة لمصر نريده لكل الدول في إفريقيا على كل المستوى البدني على مستوى الملعب ويجب أن تزيد الخبرات يجب أن تعلم هؤلاء اللاعبين يجب أن تعلمهم الأساسيات فبالتالي مرة أخرى أقول أنا رأينا العديد من اللاعبين في إفريقيا والمواهب في الزياد هؤلاء اللاعبين قد آتوا من عديد من البلاد كما رأينا ديان من جنوب السودان هذا مثال يحتذى به لكل الدول الإفريقية وزي ما حضرتك سعيد بتجربة جنوب السودان أكيد إحنا سعداء أيضا بتجربة جنوب السودان كأخوة أفارقة لأنه إحنا يعني زي ما بيقولوا مجموعة النيل أو من الشاطق نهر النيل فأكيد تجربة جنوب السودان كنا إحنا كمصريين أو كأوسر كرة السلة في مصر سعداء جدا بيها ونتمنى إن شاء الله نتكرر وبالتخطيط والعلم اللي حضراتكم ماشيين به أكيد في يوم الأيام هتتحقق بس ده لازم يوديني أنه تجربة محمد صلاح في كرة القدم ونجحها بشكل كبير قدت الأمل للمصريين أن يكون عندنا محمد صلاح في كل لأمة فالنهاردة المصريين بيحلموا أن يلاقوا سوبرستار ميجاستار في البسكتبول في الـ NBA هل شايف بعد نشاط الـ NBA في أفريكا والبال في الأفريكا الحلم ده بدأ يقرب خاصة زي ما حدك قلت أنه نحن عندنا مجموعة من اللعبين الشباب الجايدين سواء في الـ NBA أكاديمي أو حتى داخل مصر شايف الحلم ده بيقرب المصريين أن يجدوا سوبرستار في الـ NBA ولا لسه بعيدوا محتاج شغل لا شك لا شك هذا سيحدث ليس عندي أي غرض شك بخصوص هذا الأمر لدينا بالشركة مع الاتحاد المصري لكرة السلة فالـ NBA أنت استثمر في اللاعبين الشباب المصريين خلال مصابقات المحلية المصرية وتطوير المدربين المصريين وأن نجعل اللعبة تصل للجميع الجماهير فالتالي حينما أنظر إلى اللعبة في مصر وبالعودة للأيام الماضية لدينا العديد من اللعبين المتعلقين مهاب ياسر الآن لديكم في الزمالك وأيضا وأيضا إيهاب أمين كان لدينا العديد من اللعبين الذين أظهروا موهبة كبيرة ونريد لهذا أن يستمر داخل مصر وأن يقول هذا أمر دائم بالطبع يمكن هذا أن يحدث وأن نرى مثالا كبيرا على مستوى اللاعبين على مستوى المدرين الفنيين لأن الجميع ليس لدينا قاعدة جماهيرية الأكبر وإنما نريد أن تصل اللعبة للجميع لنرى هذا يحدث لديكم الآن منافسة قوية على المستوى المحلي أعتقد أن هذا سيحدث بنهاية المطال هذه المواهب أعتقد أن العالم سيشاهد هذه المواهب قريبا